ميد بريس تقدم أبرز العناوين اشترك في القناة وتفعيل زر الجرس ياسيلكحل بنبرة حزينة أحسست كأن شيئا غاليا سرق مني حين تلقيت خبر وفاة صديق طفولة أبرهون عمت مشاعر الحزن والألم ياسيلكحل لاعب العربي السعودي بعد توصلي بخبر وفاة محمد أبرهون لاعب رازاسبورة تركية والعميدة السابق للمغرب تطواني وعذا اللاعب الوداد السابق في تصريح خاص للبطولة محاسن صديق طفولته مؤكدا أن الراحل يتسم بالأخلاق والشخصية القوية جعلته يخط مصارا تتشرف بدكره مدينة تطوان وقال الكحل البطولة تلقيت خبر مباشرة عقب تأدية لصلاة الفجر وبعد مشاهدة لإحدى المنشورات على الفيسبوك يتضمن صورة أبرهون مرفقة بعبارة إن لله وإليه راجعون صراحة كانت صدمة كبيرة خصوصا أن الأمر يتعلق بأحد الأشخاص الذين رافقوني منذ الطفولة وأقل له الكثير من مشاعر الحب سارعت لربط العديد من الاتصالات قبل أن يأتيني التأكيد من الأصدقاء في مجموعة خاصة بنا تعرضت حينها لصدمة قوية الموت من أقدر الله لكنني أحسس حينها كأن شيئا عزيزا سرق مني يضيف جناح الوداد السابق بنبرة تذل على حزن الشديد ووجد الكحل صعوبة بالغة في وصف شخصية وأخلاق صديق طفولته أبرهون حيث طالب من المغارب أن يدعو له بالرحمة مشيرا إلى أن أخلاقه وإثاره هما من كان عنوانا له طيلة سنوات التي رافقته فيها وأرضى فالكحل قائلا رحم الله الفقيد الذي نتمنى أن يكون من أهل الجنة ويرزق دويه الصبر الحمد لله وقدر من الله سبحانه وتعالى زهير بهاوي يكشف آخر ما قاله اللاعب محمد أبرهون قبل وفاته خرج الفنان المغربي زهير بهاوي يوم الأربعاء بتدوين نشرها عبر حسابه الرسمي على إنستغرام معبرا من خلالها عن حرقته في وفات صديقه اللاعب المغرب محمد أبرهون الذي وفاته المنية صباح يوم الأربعاء بعد سرعته مع مرض السرطان وإنهار بهاوي بكيا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستغرام عبر من خلاله عن حرقته في فقدان صديقه المرحوم أبرهون ودعا له بالرحمة قائلا صعيب باش تيق هذا الخبر لحقاش العمر دياله بقي صغير واستغل بهاوي الفرصة لكي يبلغ لجمهوره رسالة كان قد استقبلها من قبل المرحوم أبرهون الذي أراد منها أن يبلغها لمتابعيه وهي شكره الخالص لجمهوره الكبير الذي كان يحبه ويسانده وحسب بهاوي فإن أبرهون قال له قل لهم الله يرحم ليكم الوالدين حيك تسولوا فيها وكتدعوا معايا بن شرقي يرد على ميدو لسوا إنسانا سيئا حسم المغربي أشرف بن شرقي نجم فارق الزمالك الجدل حول رحيله عن صفوف القلعة البيضاء في الموسم المقبل وقال خالد الغندور قائد الزمالك السابق عبر قناة ناديه إن بن شرقي أجرى مكالمة هاتفية معه لتوضيح حقيقة الأنباء حول رحيله ونقلها على لسانه في ظل قرار مدير الكرة عبد الحاليم علي بحضر التصريحات الإعلامية وأشار إلى أن بن شرقي قاله بالحرف الواحد لست إنسانا سيئا لأترك الزمالك في هذه الظروف الصعبة التي نعيشها وأوضح أن الزمالك وجمهوره تحمله في أوقات لم يكن بها في مستواه مؤكدا أنه لن يتخلى عن الزمال وأضف بن شرقي نقلا على لسان خالد الغندور مرتبط بعقد مع الزمالك لموسمين ولن أرحل إلا بموافقته وكان أحمد حسان ميدو نجم مدرب الزمالك السابق قد أكد عبر برنامجه أوضى اللبس الذي يدع على قناة النهار المصرية طلب بن شرقي مغادرة الفارق وهو ما نفاه كاريم بلق ووكيل اللاعب الناصر يراهن على مصوفة لمحو فشل الأجانب مع الويداد يستعيد الويداد الرياضي لكرة القدم بنصق حديث لدخول موسم الكروي الجديد حيث سيواجه يوسفية برشيد في أول مباراة له في الدوري الاحترافي ويسعى الفارق الأحمر إلى نيسيا الموسم الماضي المخيب الذي خرج منه خالي الوفاد رغم أنه نفس على أربع واجهات ويعوي الفوز البنزرتي مدرب الويداد كثيرا على المهاجم طنزاني سايمون وصوفا القادم من الدفاع الجديد والذي يعتبر أحد أبرز صفقات التي أبرمها الويداد مؤخرا ولم تكن تجارب المهاجم الأجانب للويداد ناجحة في المواسم الأخيرة وعانى الفارق كثيرا في الخط الأمامي وكانت عودة ويليام جيبور غير ناجحة حيث قضى موسما متواضعا قبل أن يرحل مجددا كما أن كازادي كاسونغو لم يقدم المطلوب في الموسم الماضي رغم أن الفارق كان يعول عليه كثيرا واضطر إلى الرحيل أيضا إلى المصري وهو ما سيحمي الموصوف مسؤولية كبيرة لتأكيد أحقيته بارتداء قمص الويداد ولأن إسماعيل حداد كان يعتبر نصف قوة الويداد في الهجوم فقد كان من الطبيعي أن يترك رحيلة للدور القطر فراغا كبيرا ولم يجد النادي البيضاوي أفضل من موصوفة لقيادة الهجوم بدلا منه كما زاد فشل صفقة أيوب الكحل نجم المغرب تطواني من أهمية انتداب طنزاني وكان الكحل قريبا من التعاقد مع الويداد غير أن الصفقة لم تتم في آخر لحظة لكن انتداب موصوفة بقيمته ومستواه قد يقلص نوعا ما حصلت ضياع نجم التطواني ومن ناحية أخرى تلقت تونسي فوز البنزارتي ضربة موجعة تمثلت في تأكد غياب الوافد الجديد على الفريق صفيا لمودن لشهر كامل ولم يظهر اللاعب في الخمس جوالات الأولى للدوري بعد إصابته خلال ودي أجراء الفريق بمعسكر مراكش مؤخرا وكان البنزارتي يعول كثيرا على المودن الذي استقدمه الويداد من اتحاد طانجا وسيضطر البنزارتي أمام هذا الغياب المؤثر إلى تغيير خططه والاستعانة بالحارس القديم يحيى جبران ووليد الكرتي إضافة إلى اللاعب الحسوني في خط الوسط في انتظار تعافي المودن وعودته مطلع العام المقبل وادو يكشف حقيقة قرب راحله عن المولودية الوجدية كشف عبد السلام وادو مدرب فريق المولودية الوجدية لكرة القدم عن مجموعة من الأمور تخص فريقه وذلك عقب الأخبار التي طفت على سطح الفريق الوجدي الذي تتحدث عن قرب مغادرة المدرب للفريق بسبب خلافه مع المسؤولين عن الفريق ونشر المدرب وادو تدوين جديد عبر حسابه الخاص على الموقع الاجتماعي تويتر أكد من خلالها أن الأمور في الفريق جيدة مشير إلى أن الاستعدادات للموسم الجديد تمر في أجواء جيدة وكشف مدرب الفريق الوجدي في تغريدته أن تداريب صباح يوم بالسعيدية مرت بظروف جيدة مع لاعبين محفزين واحترافيين وقال إنه يقوم بعمله ويضع الترتر والكلام الزائد جانبا يذكر أن فريق مولودية وجدة تعاقد مع الدولي السابق عبد السلام وادو في أول تجربة تدريبية له في مشواري الرياضي اتكشف خلال الندوة الصحفية لتقديمه مدربا جديدا للفريق الوجدي أنه سيعز الصفوفة بمجموعة من التعاقدات الهدف الأساسي منها هو جلب لاعبين مميزين قادرين على تقديم الإضافة للفريق وينثجمون ويتأقلمون مع نهجه التكتيكي ترجمة نانسي قنقر